انطلقت في المخيم الصحراوي في العين بالإمارات العربية المتحدة الفعاليات الأولى لمهرجان البيزرة 2017 بمشاركة 700 صقار وباحث بينهم 250 شابا وامرأة يمثلون 90 بلدا وبحضور منظمات دولية تعنى بالصقار والبيئة وصون التراث أربعة عقود مرت على أول مؤتمر دولي للحفاظ على الصقار يشكل منصة التقاء ثقافات العالم بتراث واحد فالإمارات العربية المتحدة أطلقت في منتجع تلال إرماح في العين فعاليات أنشطة المخيم الصحراوي بمشاركة 700 صقار وباحث يمثلون 90 بلدا وبحضور منظمات دولية تعنى بالصقار يحتفل هذا المهرجان بالنسخة الأولى التي عقدت في العام 1976 في عهد صاحب السمو الشيخ زايد والذي جمع عددا كبيرا من الصقارة وكان نقطة الانطلاق للمحافظة على مختلف سلالات الصقور تعني هذه النسخة من المهرجان بالصقارة الشباب لتسجيعهم على مواصلة عملهم في صون التراث الإماراتي يعتبر هذا المهرجان الأكبر من نوعه من حيث عدد الدول والصقارة المشاركين مشاركتنا في مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة هي عبارة عن تقديم ورش عمل داخل مبنى المدرسة بالإضافة إلى الفعاليات التطبيقية التي نطبقها في المدرسة منها الدعو وبرزة الحضيرة وتعليم الطيور هذه تقديمها كواجهة تراثية للسياح والزوار لتعريفهم بثقافة دولة الإمارات في رياضة الصقارة يحرص صندوق المشاركة في مختلف الورشات والدورات المختصة في البيئة وفي طائر الحبارة الوجه خاص اليوم هي فرصة تواجد في الورشة المنظمة تحت مهرجان البيزرة وهي فرصة للتعرف على الكثير المعلومات مختلفة تخص الطائر الطيور مختلفة والساقر بشكل خاص وأيضا الحبارة وإنما يميز المهرجان في دورته الرابعة اهتمامه بالصقارين الشباب بمشاركة أكثر 250 صقارا شابا إلى جانب مجموعة من الصقارين والباحثين الذي شهدوا انطلاقته مشاركة المرأة في رياضة صيد بالسقور تعني الكثير طبعا وفي أول شيء الفاضل من القيادة الرشيدة ومشاركتنا إن شاء الله السنة في نحن طبعا مش السنة مسوينا القسم من العام سوينا في نادي بضبس للصقارين قسم السيدات ويوفر مهرجان البيزرة فرصة فريدة للصقارين بشكل مباشر حيث يقدم المخيم الصحراوي خبرة عملية لتجربة الحياة في الصحراء للصقارين إذ يتم تدريب الطيور التي تخصص لهم من قبل المهرجان دولة الإمارات حرصت دائما على الحفاظ على الصقارة وسارت على نهج حامي تراثها المغفور له الراحل الشيخ زايد الرائد الأول للصقارين وحامي البيئة في العالم طلع نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تفزيون البحرين